يلا خلينا نشوف هذا الفيديو على سريع ونرجع يحجب وتتنظر إمارات ساذ فيان ممكن الفكرة كانت عدي بأنه الإمارات يقول ليش من وصل السر مباراة الإمارات بالعراق قرر التحاد الدولة أن يلعب بالعراق وين كانت بقية المنتخبات ليش قبل شهر كان العراق ممنوع اللعب بعد شهر العراق راح يلعب مسموح اللعب بالعراق بالتالي توقع برأس الإمارات المباراة الحاسمة تتوقع بالضغط السياسي لا أعرف مش تتخيل بين المنتخب مثل الإمارات يمكن لكثرة خليني أسميها الإخفاقات اللي صارت في العراق أي وصد مات اللي تعرضنا لسابقا أكثر من مرة خذلنا الاتحاد الدولي والآسيا وغيرها في أربيل شنن نعب تصفيات كاسي العالم طفلت الكهرباء طفلت الكهرباء لا واحد متعارك لا كوشي لا ندعم واحد الاتحاد الآسيا وقرر قرر حرمان العراق من اللعب في أرضه المجاهز أن طفلت الكهرباء في ملعب فرنسو حريري في أربيل أهم أربيل طبعا بالقصة المهم بالتالي يعني هو يتحجج الاتحاد في وقت اتحاد آسيا وتعرفين ليش أذكر المشاهدين كان عندنا لعبة حاسمة ضد الصين في وقتها رئيس الاتحاد الآسيوي كان مو بالوكالة كان صيني ليش لأن محمد بن همان في وقتها الاتحاد المحكمة تكاس عزلته أوقف اي 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 وصار الصيني الصيني من وصلت لعبتهم ضد الصين من أقولش ما عدنا يدرع بالاتحاد من صارت لعبة عراق والصين المهمة طفلت الكهرباء في أربيل قال لك بعد ما تلعبون لعبنا ضد الصين بالإمارات ما عدنا ناس الآن تقولين الكاظمي طبعا مجتماع الاتحاد في ملعب الزورة وفعلا مثل ما قال سافيان هم لجأوا رئيس الوزراء على أساس عودي حلها هو رئيس الوزراء ما حال ما يقدره مو يشي القصة يعني هو رئيس الوزراء